محمد الخطابي التي أعلن عنها المكتب في أوقات سابقة وذلك ابتداء من شهر يوليوز التي كانت وقفات احتجاجية ضدا على التصرفات الغير المسؤولة من طرف المحافظ رئيس مصلحة المسح العقاري الذي توجه بقدوم وفد عن الإدارة المركزية ووفد عن النقابة الوطنية التي توجه بمحظر بتاريخ 16 يوليوز 2020 الذي اعترف به السيد المحافظ رئيس مصلحة المحافظة العقارية بالحسيمة بجميع السلوكات الغير المسؤولة والقرارات التعصفية التي اتخذت في حق مناضلي المكتب المحالي للمحافظة العقارية على المستوى الحسيمة أمام هذا الوفد الممثل من طرف الإدارة المركزية والنقابة الوطنية إلا أنه سرعان ما تراجع عن التزاماته تجاه الوفد وتجاه النقابة كمسؤول على رأس مصلحة المحافظة العقارية بالحسيمة ومن ثم قام المكتب يعني أنه بإشعار جميع المتدخلين فيما يخص السلوكات الغير المسؤولة للسيد المحافظ إذ كان هناك برنامج مستر على المستوى المحلي للمحافظة العقارية بالحسيمة في شهر ديسمبر 2020 إلا أن تعبيره عن حسنية آنذاك والتزام يعني أنه مناضلي المكتب الفرعي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية وبطلب منه قام المكتب بعقد لقاء بين السيد المحافظ على أساس أنه التزامه التام بما بالمحضر اليوليوز والتزامه باللقاء المنعقد بشهر ديسمبر 2020 وبعد ذلك كان المكتب قرر بتستير شكل نيضالي وهي وقفات احتجاجية لمدة خمسة أسابيع أمام مقر المحافظة العقارية بالحسيمة إذ ترجع المكتب وأصدر بلاغ في هذا الشأن إلا أننا نتفاجأ وفي شهر مارس 12 مارس بتعسف على مسخ دماء كانت نوازم العمل داخل الإدارة إلا أنه انتفض عليها وأهنها أمام المرتفقين وإذ ما جعلها تتجه نحو المكتب لمحاولة الاستفسار حول هذا الرد الفعلي الصادر عن السيد المحافظ وعند ولوجنا كمكتب يعني أنه ككاتب عام ونائب في المكتب إلى مكتبه حيث قام بقوله بحرف واحد على أنه لا يعترف بالعمل النقابي ولا شيء له علاقة بالعمل النقابي إذ قام بطردنا مباشرة من مكتبه مشهرا في وجهنا ومصرحا على أنه لا يخاف من المكتب ولا من النقابة الوطنية ولا من الكاتب العام ديال النقابة الوطنية على المستوى الربط وما بدى للمكتب إلا أن نساحب في الحين إذ قمنا بإشعار السلطات على مستوى إقليم الحسيمة بتنفيذ اعتصام مفتوح من داخل الإدارة أي أمام مكتب السيد المحافظ إلى حين هذا الوقت لدينا محاولات يعني أنه لاحتواء الوضع وذلك بكل مسؤولية أن المستخدامين وخصوصا أعضاء المكتب النقابي لا يتحملون أو يستطيعون العمل تحت إمراض هذا المسؤول إذ نناشد من هذا البنبار على أن يجب على الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الوضع والاحتقان والاستفزاز الدائمة الصادرة عن هذا المسؤول أضف إلى ذلك أنه ما أجلج الوضع هو المصطلحات القدحية والغير المسؤولة التي صدرت في حقنا من قبيل الباعير من قبيل القاطع من قبيل الريافة أنتم ما فيكمش المعقول أنتم كدابين ومنافقين ومتمدردين ومن قبل الليجان الشعبية والحراك الشعبي نظرا للظروف العامة التي مرت منها مدينة الحسيمة إذ يلقبون بكل مرة بهذه الاستفزازات أضف إلى ذلك إلى مصطلحات أكثر قدحية وهي مراعة للمطلع الكريم على هذه الصفحة أنه نتحفظ بذكرها لأنه تخدش الحياة العام لهذه الأسباب نحن قررنا الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبنا المشروع الذي يخويله القانون والعمل النقابي الجد والمسؤول الذي تكفله جميع القوانين الدولية والدستور للمملكة وشكرا لكم اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة